هل تعرف أن الرجل لما يكذب عادةً بيتطلع على إيده المسيطرة؟ يعني الإيد اللي بيكتب فيها؟ ليش بيصير هيك؟ في خمس حيال مثبتة من علم النفس فيك تستخدمهم بأي موقف حتى يصير عندك أفضلية سرية عن غيرك شو هنها الحيال؟ خلينا نشوفهم سوا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد عيتاني بفيديو جديد لو مهما حاولنا نخبي لغة جسدنا تفضح كتير أمور عننا لما شخص يكون متوتر أو عم بيكذب عادةً بيبرم وجه وبيتطلع على إيده المسيطرة من المعروف أن الشخص لما يكذب بيحاول يغطي تمه بإيده وهيدي حركة معروفة جداً تبدأ معنا منذ الطفولة ولما نكبر هيد الحركة بتتطور وبيحاول الشخص يسيطر عليها خاصةً إذا كان محترف ومتمرس بالكذب لكن لو مهما حاول يخفي هالأمر لحيضل لاشعورياً عنده هيد الرغبة أنه يتطلع على إيده حتى تسعفه وتحاول تغطي كذبه من شان هيك إذا لاحظت شخص كتير عم بيميل براسه ويركز على إيده هو عم بيحكي معك فعلى الأرجح بيكون عم بيحاول يخفي عنك الحقيقة حيلة أخرى ممكن تكشف فيها عن نوايا الشخص المقابل هي عبر النظر إلى يديه هو عم بيحكي معك وبالتحديد الكفين اتجاه الكفين بيدله على أي مكانة بيعتبرك الشخص المقابل فيها بالنسبة لإله كيف يعني؟ الشخص يلي بيكونوا كفيه موجهين إلى الأسفل هو عم بيحكي معك فهيدا الشخص بيعتبر أنه هو أعلى منك مكاني يمكن ما اعتبر أنه أفضل منك اجتماعياً مادياً فكرياً أو حتى بالشكل يعني شايف نفسه أحسن منك بمكان ما أما الشخص يلي اتجاه كفيه إلى الأعلى هو عم بيحكيك فهيدا الشخص بيعتبر أنه أدنى منك مكاني ولما يكون الكفين متوازيين بشكل عامودي معظم الوقت فهيدا شخص ما اعتبرك مساوي كلياً لإله الحيلة الثالثة تتعلق بالذاكرة هل تعلم أنك بتقدر تعرف كتير عن شخصية الرجل يلي أمامك بس من خلال مراقبته هو عم بيحاول يتذكر أي شيء كيف يعني؟ إذا كان الشخص هو عم بيتذكر أي معلومة عم بيتطلع لفوق فهيدا الشيء بيعني أنه هو شخص مبدع خلاق بحب الرسم الغناء والموسيقى لأنه النظر إلى الأعلى عند استرجاع الذكريات دليل أنه هيدا الشخص عم بيستعمل الجهة اليمنى من الدماغ أما إذا الشخص اللي أمامك أغلق عيونه هو عم بيحاول يتذكر فهيدا الشيء بيعني أنه هو محلل دقيق بحب الأرقام الوقائع والتفاصيل لأنه عادة لما الواحد يسكر عيونه هو عم بيسترجع الذكريات بيكون عم بيستعمل الجهة اليسرى من الدماغ وهيدا الجهة مسؤولة عن التفكير المنطقي فحيلة صغيرة ممكن تعملها إنك تسأله سؤال بسيط مثلا شو أكلت مبارح؟ من خلال هيدا السؤال تقدر تعرف شو نوع شخصيته وبالتالي أي أفضل طريقة تقدر تحكي معه فيها سؤال أيمت أفضل وقت حتى تطلب خدمة من أي شخص؟ الجواب باختصار الخميس بعد تناول الغذاء ليش؟ نحن كبشر خلال الأسبوع نمرق بدورة من المشاعر مشاعرنا بتعلى وبتنخفض حسب كتير عوامل بتأثر على مزاجنا لكن الإحصاءات بتقول إنه نحن لما نوصل لنهاية الأسبوع مزاجنا بيكون بأفضل وقت خاصة بعد ما تكون أنهيت مهامك وتناولت وجبة طعامك أكثر من هيك من المعروف إنه بهيدا النهار بالتحديد نحن من ميل لتناول وجبة دسمة مشبعة بالدهون أو السكريات يعني منتناولها كنوع من المكافأة على أسبوع العمل أو الدراسة الطويل أخصائيات التغذية بيعرفوا إنه نهار الخميس هو أكثر نهار بينتزع فيه الدايت وبالمقابل نهار الأثنين هو أكثر نهار يلي بيبدأ فيه دايت جديد طيب عرفنا أيمتى نطلب هل فيه طريقة صحيحة لنطلب فيها؟ بالحقيقة فيه لما بدك تطلب أي شيء من أي شخص من الأفضل إنك تطلبه على شكل تحدي لإله نحن كبشر من حب التحدي لأنه بيحفزنا وبيخلينا نقوم بأشياء صعبة إنه نعملها دراسي أجريت على مجموعة من التلاميذ بجامعة UCLA كان عندهم امتحان سألوا أول قسم من التلاميذ هل بتعتد إنك بتقدر تدرس لهيدا الامتحان؟ وقالوا للقسم الثاني من التلاميذ عندك امتحان لازم تدرس له مثل ما أي استاذ بيعمل عادة مع التلاميذ نتيجة كانت إن القسم الأول يلي سألوه بصيغة هل تقدر تدرس للامتحان؟ حقق علامات أعلى من القسم الثاني السبب إنه لما تطلب من أي شخص طلب بصيغة تحدي فهيدا الأمر بيحفزه وبيصير عنده التزام ورغبة داخلية للتنفيذ وهيدا الرغبة الداخلية ما بتتولد لما تطلب من شخص بطريقة أمر لأنه الأمر بيعمل رزيستنس أو ردة فعل وبالتالي على الأرجح بيرفض طلبك ببعض المواقف معلومات صغيرة ممكن تعطيك أفضلية كبيرة فبتمنى أنك تستفيد من هالمعلومات بيوم من الأيام سلام